بلينكين من ضمن ما تحدث بيه وبالمناسبة في ردوده على أسئلة الصحفيين النهاردة كانت ردوده الحقيقة مفاجأة ليه يا أنا؟ يعني انت عارف أنا من الناس اللي هي إيه؟ تقعد تبص وتشوف كده الردود تحديدا بتوع الناس اللي بتيجي من الحكومات تحديدا من أوروبا والأولادة المتحدة الأمريكية وبيشوفونا إزاي؟ وبعدين تجربتنا مع الديمقراطيين ما كنتش في أفضل صورها يعني لكن قلت إيه طيب أوسف برضو ما هو جو بايدن علاقته كويسة بالرئيس وبيوثني دائما على أدواره في حل أزمات المنطقة ويتصل بيه تليفونيا وما إلى ذلك وحتى لما جالنا شرم الشيخ كان الوضع لطيف لكن إنه ألاقي وزير الخارجية الأمريكي وده بالنسبة لي مهم وأظن بالنسبة لنا كلنا مهم أنا من الناس إلي مش بتاعت إنه فليقول الغرب ما شاء وليفعل ما يفعل ونحن خلص في إنها خلص إحنا بمتعامل طول الوقت مع الكل غربا وشرقا شمالا وجنوبا زي ما بقولك هي شركات وعلاقات استراتيجية واللي هنكسبه هنلعبه على بلاطة كده الجيد بس في مصر إنه التركيبة والعقلية المصرية في صناعة القرار الحمد لله والشكر لله يا رب والله العظيم تلاتة أنا بتكلم بأمانة يعني صنع القرار المصري الرئيس المصري معاونين الرئيس المصري وكبار مساعدي وأخلاقيين إلى أبعد الحدود جدا وتمسك غير طبيعي بمبادئ وأساسيات لا يحيد عنها على الإطلاق على الإطلاق ودي بتبقى حاجة صحبة جدا في السياسة جدا السياسة كما يعرفها كل العالم تقريبا ما فيهاش كده إلا إحنا هتجي تقول لي يعني ده وحش يقولك إطلاق دي حاجة تدعوك دايما للفخر إن أنت قادر على إنك أنت تكون جزء من اللعبة السياسية الدولية وفي نفس الوقت أنت أخلاقي وتجيد اللعب خد بالك بقى وتجيد اللعب فبلينكين يشيد بلجنة العفو الرئاسي في مصر ويقول ما نصه مصر اتخذت خطوات مهمة في ملف حقوق الإنسان مصر اتخذت خطوات مهمة